سورة الملك مكية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء كدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انتباقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجئ البصر هل ترى من فطور ثم ارجئ البصر كرتين ينكلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولكد زينا السماء الدنيا بمصابيها واجعلناها رجوما للشياتين رجوما للشياتين وأعتدنا لهم أذاب السير وللذين كفروا بربهم أذاب جهنم وبئس المصير إذا ألكوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تقاد تميز من الغيس كل ما ألكي فيها فوج سعى لهم خزنتها ألم يعدكم نزير قالوا بلاك جاءنا نزير فكذبنا وكلنا ما نزل الله من شيء إن عنتم إلا في زلال كبير وكالوا لو كنا نسموا أو نأكل ما كنا في أصحاب السير فاعترفوا بذنبهم فثهكا لأصحاب السير إن الذين يغشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير وعسروا كولكم أفجحروا به إنه عليم بذات السدور ألا يعلم من خلق وهو اللتيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نزير ولكد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أبا لم يروا إلى الطير فوقهم سافات ويكبضنا ما يمسقهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بسير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في أطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا أمن يمشي سبيا على صغاط مستقيم كُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ كَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ كُلْ هُوَ الَّذِي زَرَاكُمْ فِي الْأَرْزِ وَإِلَيْهِ تُخْشَرُونَ وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْبَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِكِينَ كُلْ إِنَّمَا الْإِلْمُ إِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأُوا زُلْفَةً سِيْأَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّوُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ لِيَ اللَّهُ وَمَمَّئِيَ أَوْرَهِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي زَلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرْأَيْتُمْ إِنْ أَسْبَهَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَا إِمَّيِّينَ صَدَبَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمُ